سيطرت ملاكات مديرية زراعة البصرة على مرض اللفحة المتأخرة الذي أصاب بعض مزارع محصولة تماطن في المحافظة داعية إلى عدم فتح باب الاستيراد للمحصولة نظرا لتوفر الانتاج المحلي من جهته قال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف أن الوزارة تمكنت من معالجة ذلك المرض والسيطرة عليه بسرعة دون تسجيل أي خسائر كبيرة في الكميات النهائية لهذا المحصول اشتركوا في القناة